The Economist المجلة الاقتصادية البريطانية قالت انه الاقتصاد المصري اهم الاسواق الناشئة في العالم تاني قالت ايه مجلة الاقتصادية البريطانية ان الاقتصاد المصري اهم الاسواق الناشئة في العالم يعني اللي عايز يجي يستثمر يروح يستثمر في مصر اقتصاد مصري بات اكتر جذبا للمستثمرين ده عنوان الموضوع الرئيسي في المجلة الاقتصادية البريطانية ان الاقتصاد المصري بات اكثر جلبا للاستثمارات الدولية المجلة بتقول تراجع بتحكي بقى ليه المجلة بتشرح ايه اللي حصل تراجع عجز الموازنة الميزانية بلغ 12.5% من نتج المحل الاجمالي في 15-16 نتوقع ان يتقلص العجز في 19-20% ل7% العجز 12.5% بقى 7.5% ده المجلة بترسل وبتقول المجلة انه سجل الحساب العجز في الحساب الجاري قبل 3 سنوات 19.8 مليار دولار تراجع الى 6 مليار دولار احد المستثمرين من شركة امريكية قال اشعروا بالارتياح لشراء ورقة مالية سندات او ازون خزانة مصرية لمدة عام لانه الاقتصاد المصري بات مأمونا او بات آمنا تقول مجلة بلغت تدفقات الاسمار الاجنبي المباشر في مصر 6.6 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الحالية 19-18 6.6 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة مش غير مباشرة دون تغيير عن العام السابق بيقول انه الاكتشافات الغاز والبترول والتنقيب ووفاء الدولة بالتزاماتها كل ده ادى الى ان مصر تصبح دولة واعدة في استقبال الاستثمار الاجنبي خاصة في الصناعات الثقيلة وخاصة في الصناعات البترولية والاستكشافية والصناعات الهندسية والغازل والنسيج وخلف بيقول المجلة شركة كوكاكولا وشركة بيبسي بيبسي عملت استثمارات بنص مليار نص مليار دولار خلال العام بتقول انه رئيس تحاد اعمال في مصر سوق نامي كلاسيكي يمتلك 20% من السكان 80% من القوى الشرائية المجلة بتقول كده تكلموا على صناعات السيارات تكلموا على المئة الف سيارة بتاعت نيسان اللي ينتجواها مع النصر السيارات والمجلة بتقول انه مصر فيه عندها مشكلة تنافسية مع بنجلاديش وفيتنام فيما يخص صناعات الغازل والنسيج فلذلك يجب ان تتطور هذه الصناعات كان معناه مدخلة معه وزيغ طالع مال وبيقول ان الرئيس بنفسه بيتابع تطوير وتطور وإصلاح وتصحيح مسيرة صناعات الغازل والنسيج في مصر انا بس بقول المعلومة وفق المجلة المجلة مضبوطة صحيح الكلام بتقول كمان المجلة ان تحولات المصرين في الخارج زارت عائدات سياحة الى الضعف اللي تبلغ 9 و8 من 10 مليار دولار 4% من نتج المحل اجمالي بينما زارت تحولات بالنسبة الـ 5 26 و4 من 10 مليار يبقى تحولات المصرين في الخارج زارت واسط 26 و4 من 10 مليار والسياحة عادتها زادت كل العوامل دي السياحة والمصرين في الخارج والاسمارات الأجنبية اللي بتيجي من برة كل ده قد في النهاية الى ايه الى الجنيه بقى قوي وردت الدمجة بتاعتك في النهاية اقتصادك بيقوم يعني متخيلك يحيي العظامة وهي رميم اتحدث عن الاقتصاد المصري واقول يحيي العظامة وهي رميم لكن كان وراها مجهود وقرارات قرارات مؤلمة صارمة صادمة لكن تحملناها صبرنا فهمنا ايدنا في النهاية هذه النتيجة اللي شفناها من شوية فيه سعر صرف الدولار امام الجنيه او جنيه امام الدولار وتقرير مجلة ايكنوميست الاقتصادية اللي بتكلم بشكل ايجابي للغاية على الاقتصاد المصري